بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للنؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعملون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخمر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصائها فلما رآها تهتزك أنها جان ولا مذبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسل إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وعد النمل قالت نملة قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحقمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدود أم كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا أو لا نبحنه أو لا يأتيني بسلطان من مبين فمكث غير بعيد فقالا حط بما لم تحط به وجئتك وجئتك من سبأ بنبأ يقين إن إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا ينتدون ألا يسجدون الله الذي يخرج الخبى في السماوات والأرض ويعلم ما تفكون وما تعلمون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر وصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملوء إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملوء أفتوني أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو باس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أغلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قالا تمدونني بمال قالا تمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بيديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملوك أيكم يأتيني بعرشيا قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي نمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك قرفك فلما رآه مستقرا عنده قال قال هذا من فضل ربي قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت إلى هكذا عرشك قالت قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم من كافرين قيل لها دخل الصرح فلما رأته حسبت لجة وكشفت عن ساقيا قال إنه صرح ممرد من قوارين قالت ربي إني ظلمت نفسي قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أقاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئات قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال قائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أننا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلم إن في ذلك لا يتل قومه يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطن إذ قال لقومه أتاتون الفاحشة وأنتم تبصرون أينكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطورون فأنجيناه وعهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأنقرنا عليهم مطرا فساء مطر المندرين قل الحمد لله وسلام على عبادي الذين اصطفى أه الله خير أم ما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات برجا ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسيا وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاها ويكشف السوء ويجعلكم ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمة أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا أئذا كنا ترابا وأباؤنا أئذ إنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وأباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيقهم من مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجدون وإن ربك لدو فضل على الناس ولكن إن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك لا يعلم ما تكن في صدورهم وما يعلم دون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذيهم فيه يختلفون وإنه لودا ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله فتوكل على الله إنك على الحق المبين إن إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهذه العمي عن ضلالتي إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمون من الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا من من يكذب بآياتنا فهم يزعون حتى إذا جاءوا قالا كذبتم بآياتي قالا كذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقومه يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوا داخلين وترى الجبال تحسبها جامدة تحسبها جامدة وهي تمرمر السحاب صنع الله الذي يطخن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فلو خير منها وهم من فزعي يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النهار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها ولو كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يغتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل أم ما تعملون أم ما تعملون وأم ما تعملون وش معنا وأم ما تعملون وأinal 상راك حقا وأم ما تعملون وأنتم وأنتم